المقاومة لان المقاومة عنداش حسابات نظام عربي رسمي عنده جامعة عربية وعنده قرارات دولية وعنده ارتباطات مع الامريكان ومع الغرب مع الاطلسيين وما غيرها المقاومة دي عنده قرار بعندها ارض يلزم تتحرر ليست لديها حسابات خارج حسابات تحرير ارضها وهذاك عليش يعني الوهم يلزم زادة ينزع نيائين من اذانة الجيوش العربية لن تحرر فلسطين الجيوش العربية مهما كانت هكا جيش المصري مليون جندي وعنده مناها عشر الاف مناها عربة مدر وعنده حمل طيرات وعنده واحد الجيش المصري يعني بعد كل تضحياته وبعد كل معاركه منها المشرفة في تاريخ الامة العربية في العصر الحديث في ست وخمسين يعني وفي ثلاثة وسبعين وفي سبع وستين وفي غيرها يعجز على فتح معبر رفح لهو معبر مصري معبر مصري فلسطيني وليس معبر اسرائيلي يعجز النظام المصري اللي عنده مليون جندي ان يرى الفلسطينيين يبادون ولا يصعف ولا ينقل مناهجر حاهم الى المستشارات المصرية يعجز النظام المصري ان يعني ينقل قرورة ما واحدة او باكو حليب الى يعني اطفال رضع معناها جياع يعجز النظام المصري ان يقدم كيلو روز معناها للشعب الفلسطيني او يقدم باكو دواه هذا اعتقد ان الجيوش هذه يعني تنظر الى نفسها وتخجل معناها من نفسها واعتقد ان اليوم شعوب هذه الامة وجماهير هذه الامة مطالبة بان لا تترك الساحات ولا تترك الميادين بان تضغط على النظام خاصة الاردن والنظام المصري او مش لمنع التهجير التهجير لن يحصل ولكن من اجل فتح المعابرة هذا ما عندوش مزية باش يفتح لانه قرار هذا مصري فلسطيني ليس اسرائيلي كفيش يعقل معناها معبر فلسطيني مصري عربي يعني ياخذ الاذن من الكيان الصيوني باش يفتح هذا المعبر كفيش تقرأ هذا الموقف هذا القرار المصري من جهة الاردني من جهة بعدم فتح الحدود رغم اللي هي حدودهم يتحكموا عليش شوف يعني الناس يطرحوا في السؤال هذا مش كان عليه هو حتى على انظمة الخليج اللي فيها روش في اللي فيها اللي قاتل مع الكيان الصيوني يراه هذا هو حديث موجود على انه الاماراتيين موجودين مع الكيان الصيوني سوى منها في الأمور الوجستية وفي المناها النجم الحمراء منها النجم الدوود الحمراء وثم منها شفنا شفنا كيفاش منها نظام عربي يتصدى للسواريخ متاع منها اليمنيين التي تطلق من البحر الاحمر في اتجاه منها إليت ما يخبوش وهذه يعني هما مناها يقوموا بمهمة الدفاع الجوي اللي كان الصهيوني معاش مخبين وشفنا مناها كيفاش تغلق مناها المعابر وشفنا كيفاش مناها انه التواطع انه ممنوع مناها يخرج مواطن ويعبر عن رأيه ويسند ويدعم مناها القضية الفلسطينية هذا موضوع كبير يسر شوف هناك من يعتقد ان هؤلاء مناها خوف وجبنا غير صحيح بالنسبة للحكام بتاع الخليج الحاليين هؤلاء جيل متصهين يعني ما هو جيل اباهم اللي كانوا ما يتجروش على الشيء هذا الجيل هذا اللي يحكم في منطقة الخليج جيل تصهين وتربى في احضان الصهيونية العالمية وتربى في احضان الاستخبارات العالمية وبالتالي فهو ما يقوم به اصبحت شبه عقيدة عندهم وليس عجز وليس خوف وليس مناها فقط مناه واحد هو جيل متصهين بالنسبة للانظمة هذه العربية بالنسبة لها اعتقد ان استمرار الكيان الصهيوني هو استمرار لهذه الانظمة وان استمرار هذه المقاومة هو قلق له هي وتهديد لكيانها وبالتالي فان مستقبلها مرتبط بتصفيت المقاومة وتغلق ملف الشعب الفلسطيني وشطبه نهائيا واستمرار الكيان الصهيوني وهي للمعادلة الحقيقية هؤلاء جزء من المنظومة العالمية التي تحكم العالمية كما سطرها وصورها يعني سطرتها الولايات المتحدة ليس الولايات المتحدة وحده ثم منظومة عالمية تحكم في الكون منظومة عالمية هذه فيها يعني المجمع العسكري الصناعي في الغرب هو اللي يحكم في العالم المجمع العسكري الصناعي هو اللي يخلق مناهي مول إسرائيل هو اللي يخلق القادر السياسيين هو اللي طلع ماكرون هو اللي طلع بايدن هو اللي ينح فلان هو اللي يحط فلان هو اللي يحط رئيس وزراء بريطانيا هؤلاء هم دماء بيد للأوغيرشيا المالية والمجمع العسكري الصناعي الذي يحكم العالم واللي إسرائيل جزء منه وجماعاتنا نحن في المنطقة العربية هم في الصف الرابع أو الخامس أدات وظيفية بيد هذا المجمل عسكر الصناعي العالم يبدل الحكومة المركزية الرأس ملي العالمي